النهاردة هنتكلم عن موبايل من شركة ريلمي بيقدم مميزات قوية ومواصفات ممتازة الصراحة بس هل ممكن يكون دمقلب يعني مثلا يكون مش افضل قيمة مقابل سعر غالي يعني من الاخر خلينا نشوف بس استأذنك بس توقف الفيديو سواني بس صغيرة كده تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة ضروري عايزين نوصل 200 الف مشترك في نهاية السنة ويا اهلا بكم وشاهدين ويا متابعين قناة مو بي سي احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف ريلمي 12 برو بلس هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف وكمان المميزات والعيوب والسعر وكمان فيه مقارنة في نهاية الفيديو هنوضح له كل حاجة من الاخر يعني فاللايك بتاعك والاشتراك زي ما قلت هيفرق معنا جدا ويلا بينا نبتدي الفيديو في مو بي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر والمميزات وعيوب كل موبايل وكمان مقارنة مع افضل منافس ليه كل ده في الفيديو واحد نشوف اول حاجة تصميم الهاتف تصميم الهاتف هنا الصراحة انا شايفه شكله مميز الصراحة يعني ممكن في ناس ما يعجبهاش شكل الكاميرات شكلها كبير كده وبيخ بس من وجهة نظري شكلها رايق خصوصا بقى الالوان اللي في الكاميرا كده اللي بتقلب والتدرجات اللي فيها وفي الاخر هي ازواء خمات الهاتف بتيجي هنا من البلاستيك بظهر من الجلد وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا بتيجي بحجم ستة وسبعة بوصة جودتها فول اتش دي بلس وبدقة الفين ربعمية واثنشر في الف وتمانين بيكسل مع معدل كسافة بيكسلات تلتمية اربعة وتسعين بيكسل لكل انش والشاشة نوعها اموليد ومعدل التحديث مية وعشرين هرتز وستوعها تسعمية وخمسين نتز بص ركز معي الشاشة هنا على فات وسعر الهاتف هي كويسة يعني شاشة اموليد مية وعشرين هرتز فهيقدمون لك تجربة واداء تستمتع بيهم كنا نتمنى الصراحة السطوع بتاع الشاشة يكون اعلى يعني سطوع تسعمية وخمسين نتز في السعر ده مش كويس كمان كنا نتمنى تكون جودتها اعلى ولكن بشكل عام عموما يعني الشاشة هنا كويسة وهتقضي الغرض وهتقدم لك تجربة تستمتع بيها وعلى طول نبص على اداء الهاتف او المعالج المعالج هنا هو سناب درجون 7S جين 2 اللي بيجي بدقة تصنيع اربعة نالو والمعالج هنا كويس ولكن ولكن ايه بقى هركز معي كده كويس المعالج هنا زي ما قلت كويس على فات وسعر الهاتف يعني يعني هتاخد منه اداء كويس سواء بقى في استخدام يومي تصفح العاب برامج طيب حلو قوي لكن ايه بقى لكن هو مش الاقوى بالنسبة لفات الهاتف يعني لما تكون بتتكلم عن هاتف في السعر ده فيه هواتف تانية بتقدم معالجات اقوى بكتير فالمعالج هنا انا ما قلتش وحش نهائي المعالج كويس ومش هيأثر معاك بس بنفس السعر ممكن تاخد معالج اقوى فهاتف تاني هنتكلم عن الكلام ده في المقارنة اللي في نهاية الفيديو الجهاز هنا بيجيب اربع نسخ الاولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام والربع 512 جيجا مع 12 جيجا رام والهاتف هنا ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي بالنسبة الكاميرات الهاتف الهاتف هنا جايب 3 كاميرات خلفية اول واحدة 50 ميجا بيكسل ودي الكاميرا الاساسية وفيها تثبيت بصري والكاميرا التانية 64 ميجا بيكسل ودي كاميرا تلي فوتو علشان تعمل بيها زوم لحد 3 مرات بدون خسارة في الجودة وتعمل زوم 120 مرة بس بيكون في خسارة في الجودة دي برضو فيها تثبيت بصري والتالتة 8 ميجا بيكسل ودي التصوير بزاوية واسعة وهنا الكاميرا الخلفية تقدر صور بيها فيديوهات 4K 30 فريم فيه السانية وفول اتش دي 30 او 60 فريم فيه السانية وفيها تثبيت الكتروني كاميرا الهاتف الامامية بتيجي 32 ميجا بيكسل وبرضو بتصور فيديوهات جودتها فول اتش دي 30 فريم فيه السانية بطارة الهاتف هنا جاب حجم 5000 ميلا امبير بطارة كويسة وهتاخد منها اداء كويس خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة بالاضافة لدعمها الشحن السريع بكوة 67 واط يعني تقدر تشحنها 50% فيه 19 ديئة فقط الهاتف هيجي باندرويد 14 والهاتف هنا بيدعم الف سي وما بيدعمش منفذ السماعات منفذ الشحن بيجي من نوع طايب سي سماعات الجهاز بتدعم الاستيريو والهاتف بيدعم خدمات الجيل الخامس ومقاوم للرزاز الماء والغبار والمان الجهاز هم الازرق والدهبي والاحمر والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه الشاشة ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل اكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم ممكن تكتب على جوجل موب بي سي بالاضافة لإسم الموبايل اللي انت عايزه وهتلاقي زر المقارنة في اخر الصفحة وقبل ما خشت عن مميزات وعيوب الموبايل ادعمنا بلايك واشتراك ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب بالنسبة للمميزات الهاتف فرغم ان الشاشة سطوعها مش افضل حاجة وكان مفروض تكون بجودة اعلى سنة صغيرة ولكن عموما بشكل عام الشاشة هتكون ممتازة اموليد 120 هرتز حاجة كويسة البطارية مع الشحن السريع الاتنين كويسين الصراحة جدا يعني الكاميرات الخلفية تثبيت الكتروني وبصري وفي كاميرا الزوم 3 اكس بدون خسارة في الجودة فدون ممتازين الصراحة بالنسبة لعيوب الموبايل فزي ما قلت المعالج كويس ومش هيقصر معك تماما بس هو مش الاقوى في نفس السعر برضو الهاتف ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي طيب بعد ما قلنا كل حاجة وقبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو تعالوا نعرف سعر الهاتف الأسعار دي لنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر 470 دولار السعر في مصر ضمان دولي 28 ألف جنيه والسعر المتوقع فيه السعودية 1500 ريال طيب كده كويس اوي لكن مثلا لو انا مش عاجبني الهاتف ده ايه المنافس بتاعه في نفس سعره هقولك عندنا هاتف شاومي بوكو اكس ستة برو الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف ريالمي اتناشر برو بلس هنخش على مقارنة سريعة بين الجهازين ولكن قبل المقارنة حابب بس اقولك ان احنا في القناة هنا عملنا مراجع الهاتف شاومي بوكو اكس ستة برو لو تحب تشوفها هتلاقيها من الاي اللي هتظهرلك فوق دلوقتي اول حاجة هنقارن المعالجات وهنا معالج ريالمي هو سناب دراجون 7 اس جين 2 ومعالج شاومي هو ميدا تيك دي من سايتي 8300 ألترا وهنا معالج شاومي بيتفوق بفرق كبير وده اللي انا اتكلمت عليه في اول الفيديو على نقطة المعالج يعني الاتنين جاين بشاشة اموليد معدل تحديث 120 هرتز ولكن ريالمي بشاشة جودتها فول اتش دي بلس وشاومي جودتها واحد ونص كه بسطوع اعلى فهنا شاشة شاومي تتفوق ريالمي فيه كاميرا زوم حقيقي 3 اكس زي ما قلنا ولكن شاومي ما فيهوش كاميرا زوم حقيقي وهنا ريالمي تتفوق والاتنين بيدعموا الشحن السريع بكوة 67 واط وهنا الاتنين زي بعض تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفربة بين الجهازين في الاسعار بس خليك عارف ان الجهازين اسعار ضمان دولي في مصر عشان بس تفهم فكرة ضمان الدولي ان فياس مدخله من بره بتبيعه في المحلات ما نزلش عن طريق الوكيل الرسمي سعر ريالمي ضمان دولي نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 28000 جنيه سعر شاومي ضمان دولي نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام 26500 جنيه من خلال الموقع مو بي سي هتقدر تشوف موصفات اي هاتف والاسعار الرسمية للهواتف وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارب من الاجهزة وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم كل اللي عليك هتكتب مو بي سي في جوجل وتخش الدور على انت محتاجه وفي نهاية الفيديو لو عندك اي اسئلة اي حاجة اي هاتف اكتبه في التعليقات عايزنا يعني نعمل له مراجعة ويمستني رأيك في هاتف ريالمي 12 برو بلس واللي كده يعني رأيك في الهاتف اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة